اعلن وزير ودفاع الروسي سيرجي شويغو تحرير مدينة سيفيا توغوريسكا في اقليم دونسك من القوات الاوكرانية كما اكد شويغو ايضا تحرير جزء كبير من دونسك ولوهانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونس واضف شويغو انه تم ايضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفرون دونسك في لوهانسك بشكل كامل مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بومباسنيا المجاورة وافاد بان اجمالية عدد الجنود الاوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية العسكرية بلغ 6489 فردا حتى الان اكد رئيس بلدية سيفرون دونسك الاوليكزاندر ستريوك ان الوضع في المدينة صعب للغاية مع استمرار المواجهات بين القوات الاوكرانية والروسية واضف استريوك خلال تصريحات تلفزيونية ان القوات الاوكرانية تحاول الحفاظ على مواقعها على خط المواجهة بالمدينة مشيرا الى ان روسيا ترسل المزيد من القوات بهدف السيطرة على المدينة باكملها سيفيرو دونسك تلك المدينة الاوكرانية اصبحت في بؤرة الاحداث بعد تواصل المعارك من اجل سيطرة القوات الروسية عليها تقع سيفيرو دونسك شرق اوكرانيا وهي مدينة ذات طابع استراتيجي حيث تفتح الباب امام القوات الروسية للسيطرة على اقليم دونباس الحيوية وتكافح القوات الاوكرانية للتعامل مع تدفق القوات الروسية الى المدينة كما يعاني السكان من قصف روسي مكثف الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي قال ان القوات الاوكرانية التي تدافع عن المدينة تحافظ على مواقعها برغم هجمات القوات الروسية الاكثر عددا وقوة حسب قوله واشر الى ان هناك معارك شوارع متواصلة بين الجانبين وان كييف تتمسك بالدفاع عن المدينة وعدم سقوطها في ايدي روسيا وبالنسبة لروسيا فان الاستيلاء على هذه المدينة سيكون حاسما لكي تتمكن من بسط سيطرتها على كل منطقة دونباس الشاسعة التي كان يسيطر عليها اساسا انفصاليون موالون لروسيا منذ عام 2014 من جهتها قالت الاستخبارات البريطانية ان الجيش الروسي يعمل على عزل منطقة سيفيرو دونتسك من الشمال والجنوب مضيفة ان الجيش الروسي يحقق مكاسب جنوب المدينة كما قالت الاستخبارات البريطانية ان الجيش الروسي يواجه صعوبات في محور بوباسنا وان قصفا روسيا يستهدف محيط ايزيوم في محاولة للتقدم من الجهة الشمالية اعلنت وزارة الدفاع الروسي اسقاط 12 طائرة مسيرة اوكرانية في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف خلال 24 ساعة الماضية قال المتحدث باسم الدفاع الروسية ان الطيران الروسي قد ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الاوكرانية ما ادى الى تدمير راجمتي صواريخ جراد واضاف ان القوات الصاروخية والمدفعية قد اصابت 39 موقعا للقيادة و47 موقع اطلاق نار للمدفعية و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية اعلنت عائلات مقاتلي مصنع ازوفستال في مدينة ماريوبول الاوكرانية استلام جثث عدد من المقاتلين وبدأت روسيا في تسليم جثث المقاتلين الاوكرانيين الذين قتلوا في مصنع الصلب في ازوفستال للسلطات الاوكرانية وقال القائد العسكري والقائد السابق لازوف مكسيم زورين في وقت سابق ان عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من تحت انقاذ المصنع المدمر تم نقلها الى العاصمة الاوكرانية كييف حيث يجرى اختبار الحمد النووي للتعرف على الرفات وكان فوق ازوف من بين الوحدات الاوكرانية التي دافعت عن المصنع لما يقرب من ثلاثة اشهر بحث رئيس البولندية اندريا دودا مع نظيره الاوكراني فلودمير زينيسكي دعم وارسو المستمر لكييف بالاضافة الى الاوضاع في شرق البلد جاء ذلك خلال اتصال هاتفين بين رئيسين وذكر راديو بولندا ان دودا وزينيسكي ناقشا الخطوات الاخرى التي سيتم اتخاذها من جانب البلدين ردا على العملية العسكرية الروسية من جهتي اعرب رئيس الاوكراني في تغريدة له على تويتر عن شكره لنظيره البولندي ازاء جهوده في تعزيز الدعم الدولي لترشيح اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوروبي اعلنت اليابان فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الاتمان الروسيين على خلفية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا كما حظرت توكيو تصدير السلاع التي يتسهم في تعزيز القاعدة الانتاجية لروسيا كانت الحكومة اليابانية قد فرضت الشهر الماضي حزمة من العقوبات على روسيا طالت تجميد اصول 140 شخصية حذر تقرير صادر عن برنامج الاغذية العالمية ومنظمة الاغذية والزراع الفاوم انتفاقم ازمة الجوع بسهو استمرار الازمة الاوكرانية بالاضافة للصدمات المناخية اشار التقرير الى ان الازمات ستتسبب في الجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو الى سبتمبر 2022 وذلك مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والاعصير على الزراعة ما يزيد النزوح ويدفع بالملايين الى حافة الهاوية في جميع انحاء العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة